لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا أنت هترد بعقل إذا ما نقمل بعقل وذا يرد بعقل وذا ينكر بعقل يبقى الدين يبقى والعوبة بين عقل المسا ورحب بيكم أعزائي مشاهدين في حلقة جديدة من حلقات النقل أم العقل وإنوان حلقتنا النهاردة الله أضل إبليس عند ابن حجر احنا شفنا في الحلقة اللي فاتت وتكلمنا عن الجزء الثاني من المعادلة وهي أفعال الله توحيد الألوهية عند ابن حجر هو أنه لا خالق إلا الله وده توحيد الربوبية مش توحيد الألوهية وده اللي أكده ابن تيمية أن أهل الكلام اللي هم طبعا أهل البدع كالأشاعر وغيرهم أنهم اعتقدوا أن توحيد الربوبية هو غاية التوحيد واعتقدوا أن الله وحده خلق العالم وبكده هو ده التوحيد عندهم وده بخلاف طبعا أهل السنة اللي بيعتبروا أن الإله هو بمعنى المألوه المعبود الذي يستحق العبادة ليس هو الإله بمعنى قادر على الخلق أو الاختراع في التوحيد الذي قرره القرآن هو توحيد العبادة وهو الذي أنقره المشركون وشفنا أن ما فيش فرق بين المشركين والأشاعر في معنى التوحيد بل المفاجأة أن ابن حجر ابن حجر والأشاعر حرفوا في معنى التوحيد وإحنا النهاردة مازلنا في الجزء الثاني من المعادلة من المعادلة بنتكلم عن أفعال الله وهنشوف كده في مجموعة فتاوي ابن تايمية كتاب العقيدة كتاب الأسماء والاستفات وباقي المرجع قدامكم هنلاقي أن الأشاعرية الأغلب عليه وأنهم مرجع في باب الأسماء والأحكام جابرية في باب القدر أما في استفات فريس الجاهمية محضر فيهم من أتجاههم وإحنا خصوصا هنتكلم عن إيه نركز على مرجع في باب الأسماء والأحكام ودي احنا شرحناها في حلقة قبل كده لما ابن حجر قال إن الأولهية هي القدرة على الخلق والاختراع إذن هنا أصبح عندنا إرجاء في الأسماء والأحكام في التوحيد نفسه ولما مسمى التوحيد يختلف بالتالي اسم الموحد اختلف واسم المشرك اختلف أيضا وعشان نفهم النقطة دي خلينا نروح لكلام ابن حجر في صحيح البخاري كتاب بدء الخلق باب صفة الشمس والقمر فتح الباري بشرح صحيح البخاري بيقول لنا إيه وقوله باب في النجوم وقال قتادة إلى آخر الكلام بيقول وإن ناسا جهلة بأمر الله قد أحدثه في هذه النجوم كهانة ويقول كده من غرسه بنجم كذا كانا كذا ومن سافر بنجم كذا كانا كذا إلى أن يقول ولا تعلم هذه النجوم وهذه الدابة وهذا الطائر شيئا من هذا الغيب انتعم هنا قالت داودي قوله قتادة في النجوم حسن إلا قوله أخطأ وأضاع نفسه فإنه قسطر في ذلك بل قائل ذلك كافر ابن حجر علق على كلام داودي ورح قال إيه لم يتعين الكفر في حق من قال ذلك وإنما يكفر من نسب الإختراع إليها ابن حجر لأنه مرجع في التوحيد ومرجع في الإيمان بيقول يعني الألوهية عند حجر بينسب الإختراع إلى الله يعني النجوم لابد أنك تعتقد أنها تخلق وترزق وترزق حتى تكون مشرك يعني أنت لازم تعتقد أن النجوم دي هي اللي بتخلق وترزق أنت كده تكون مشرك بيها وإذا جعلتها سببا في المطر وأما إذا أعتقدت أنها سبب في المطر ولكنها لا تخلق ولا ترزق في حيزا ليس الشركة عند ابن حجر وارجعوا لرقم حلقة رقم 57 وكانت بعنوان إيمان الرسول وإيمان إبليس واحد عند ابن حجر ورجعوها وإحنا كمان هنقول كده نشوف كمان كتاب دراسة موضعية الحقيقة علموة الأعتقاد الوسطية لعبد الرحيم استلمي بيقول هؤلاء المرجئة عكس الخوارج تماما يقع الواحد من الناس في الشركيات كأن يطوف حول القبر ويزبح لغير الله وينظر لغير الله إلى أن يقول ومع هذا يعذرونه ولا يكفرونه فهؤلاء عكسهم وكلة الطائفة طيب من أهل البدع والضلال يعني البرجي يقول أن اللي يعمل عمل فيه كفر أو شرك فده مش كافر بالأعمال دي وأكتر من كده مازال مؤمن ومش كده وبس دول بيقوله كمان أن إيمانه زي إيمان مين لو تفتكروا في الحلقة زي إيمان جبريل ومكايل والسبب زي ما قلت قبل كده لما ابن حجر بيعتقد أن الإيمان لا تبعط يعني لا يزيد ولا ينقص بالأعمال ومن النقطة دي تحديدا هنروح منها للقدرية والجبرية في أفعال الله خلينا نشوف المعادلة الإيمان بالله بين قسين الإرجاء زي أفعال الله بين قسين الجبريا والقدرية زي الصفة الله بين قسين الجهمية بتساوي أو اللي هي التوحيد بيساوي عقدة الأشعارية ولو رجعت الحلقة رقم 25 وكانت بعنوان ابن حجر ومجوز هذه الأمة وتكلمنا عن الكذب اللي هو عند الأشعارة وباختصار كده الكذب هو إنك لما تنوي تعمل حاجة الله هو اللي بيديك القدر على فعلها وخلينا نطبق الكلام ده على أفعال الله في المعادلة اللي احنا قلناها هنروح لصحيح البخاري كتاب التوحيد بقول الله تعالى والله خلقكم وما تعملون وإن كل شيء خلقناه بقدر في فتح الباري في شرح البخاري بيقول قوله تعالى يعني أنتم تزرعونه أم نحن الزرعون فسلب عنهم هذه الأفعال وأثبتها لنفسه ليدل بذلك على أن المؤثر فيها حتى صارت موجودة بعد العدم هو خلقه وإن الذي يقع من الناس إنما هو وبشرت تلك الأفعال بقدرة حادثة أحدثها على مقارات فهي من الله تعالى خلق بمعنى الاختراع بقدرته القديمة ومن العباد كسب على معنى تعلق قدرة حادثة بين وعشراتهم التي هي كسبهم أنا عايزة مع المشاهدين يركزوا معي لأنه تدي أول مرة تتقلب الطريقة دي وقبل ما أبدأ هوضح يعني إيه فهي من الله تعالى خلق بمعنى الاختراع بقدرته القديمة بين قسين القادر على الاختراع وقلنا إن ده توحيد القلوهية عند ابن حجر لكن في الحقيقة هو توحيد ربوبية وبعدين بيقول ومن العباد كسب على معنى تعلق قدرة حادثة بمباشرتهم ودي شرحناها قبل كده بالتفصيل في حالة رقم 24 لو حابين ترجعوا لها وكانت بعنوان ابن حجر بين الجابرية والقادرية وإن الله لما الإنسان ينوي على العمل شيء معين وقتها بيدي له القدرة على عمل هذا الشيء وشفنا المشاكل اللي فيها زي مثلا لو الإنسان نوى عمل المعصية زي ربنا بيدي له القدرة دي على العمل المعصية أو الطاعة وطبعا ده بينطبق على العبادة برضو ونروح كتاب شرحة طحوية في توحيد الربوبية توحيد الله بأفعال الرب الخلق والرزق والإماتة والإحياء هذه أفعال الله فأنت توحد الله بأفعاله هو توحيد الله بأفعاله توحيد الربوبية توحيد الله بأفعاله ودي نفس اللي احنا قلن ديها فهي من الله تعالى خلق بمعنى الاختراع بقدرته القديمة اللي بينكو السين القادر على الاختراع يعني لا أحد غير قادر على الخلق والرزق والإماتة فأنا أوحض الله بأفعاله ده اسمه إيه توحيد الرببية أما توحيد الألوهية هنشوف معناه في الكتاب شرح العقيدة التحوية يقول لنا كده توحيد الألوهية فهو توحيد الله بأفعال العباد بأفعالك أنت أيها الإنسان من صلاة وزكاة وصوم وحج وبر الولدين وصل الرحم هذي أفعالك أنت وأمر بمعروف نهي عن منكر وطبعا تكفي نفسك عن المحرمات تتقرب بها إلى الله توحد الله بها بأن تتقرب إلى الله وتخلصها لله وتريد بها وجه الله والدر الأخيرة هذا هو توحيد إيه؟ العبادة ودي قلناها برضو ومن العباد كسب على معنى تعلق قدرة حادثة بمباشرتهم وده هو توحيد الألوهية فهو توحيد الله بأفعال العباد بأفعالك أنت أيها الإنسان من صلاة وصوم وزكاة وحج وبر الولدين وصلة الرحم لكن عند الأشعارة لو الواحد يجي يصلي ما يقدرش يصلي غير لما ربنا يكون أعطاه له القدرة على كده أول ما ينوي يصلي وفي سؤال مهم جداً إزاي ابن حجر بيؤمن بالصلاة كعبادة وبرضو بالحج إلى آخر تلك الأفعال ولا يعتقد بأن الله معبود يعني عبادة بدون إله معبود وبنلاحظ أن ابن حجر عندما أقرب توحيد الألوهية جعل كده من العباد كسب ويعلق الشيخ البراق ويقول إيه؟ ونفي أن تكون أفعالاً لهم حقيقية ونفي تأثير قدرتهم فيها وتعبرهم عن حدوثها عند قدرتهم بالكسب باطل يعني إيه؟ يعني ابن حجر بينفي أن عبادة كل البشر وأفعالهم حقيقية والكلام ده بينطبق حتى على الأنبياء وعلى رسول الإسلام برضو وعلى الصحابة ويقول إن توحيد الألوهية اللي كانوا مؤمنين به هبارة عن كسب يعني لم تكن عبادة بقدرتهم وبرضو مش بإرادتهم وطيب لو إحنا طبقنا العمل ده على إبليس يبقى برضو عصى إبليس كده هيكون عصى الله لأنه مجبور وبرضو كده ساوى بين إبليس والأنبياء كلهم مجبورين والكلام ده إحنا وضحناه في حلقة رقم 25 قلنا نشوف في صحيح البخاري كتاب التوحيد ابن حجر رح قال إيه؟ قالت كرماني ويسند إلى الله تعالى من حيث أن وجوده إنما هو بتأثير قدرته وله وجهتان جهة في القدر وجهة في الجبر فهو مسند إلى الله حقيقة وإلى العبد عيدة وهي صفة يترتب عليها الأمر والدهي والفعل والترك فكل ما أسند من أفعال العباد إلى الله تعالى فهو بالنظر إلى تأثير القدرة ويقال له الخلق وما أسند إلى العبد يحصل بتقدير الله تعالى ويقال له الكسب كانت حليق الشيخ البراق يقول إيه؟ وهذا هو الذي عبروا عنه بالكسب وعلى هذا فمسهبهم راجع إلى مسهب الكبرية يعني الإيمان بالله بين كوسين الإرجاء زائد أفعال الله بين كوسين الجبرية والقدرية والمجوسية ودي اللي أثبتناها في الحلقة دي خليني أعمل ملخص لحلقة النهاردة إحنا النهاردة تكلمنا عن تاني نقطة في المعادلة وهو أفعال الله وابتدينا نأكد على معنى الإرجاء وإن الإرجاء إخراج العمل من الإيمان والأعمال دي زي الصوم والصلاة إلى آخر تلك الأعمال وشفنا إن ابن حجر مرجع في التوحيد ومرجع في الإيمان يعني الألوهية عند ابن حجر إنه ينسب القدرة على الإقترع إلى الله لكن في الحقيقة ده هو توحيد الربوبية وشفنا مثلا إن النجوم لو اعتقضت إنها سبب في المطر ولكنها مش بتخلق ولا ترزق وترزق فهذا ليس شركة عند ابن حجر وإحنا بنتكلم عن الجزء التاني من المعادلة معادلة التوحيد أفعل الله وبينكو سين الجبرية والقدرية وإحنا فهمنا إن الأشاعر جبرية وعندهم الكذب وهو إن الله هو اللي بيدي القدرة على فعل الأشياء ومنها العبادة زي الصلاة والصوم وغيره يعني ابن حجر بينفي إن عبادة كل البشر وأفعلهم حقيقية بما فيهم الأنبياء وتابعوني الحلقة الجاية علشان نشوف الجزء التالت من المعادلة وهو سفوط الله وأنتقي بكم في الحلقة القادمة لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا أنت أترد بعقل أنت من أقبل بعقله وإذا يرد بعقل وإذا ينكر بعقله يبقى الدين يبقى ونعوبة بينحاقون المسا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر